ترجع العلاقات المصرية العراقية بجذورها الى فجر تاريخ حضارات العالم القديم حيث تبادل حكام الحضارة المصرية القديمة الرسائل الدبلوماسية مع حكام سومر وبابل واشور وحينما كانت المخاطر تهدد العراق كانت حضارة مصر تمد حمايتها على العراق والعكس صحيح حيث وصل الملك المصري امنحط بالثاني بالجيش المصري الى ضفاف نهر الفرات بالعراق لحماية تلك الحضارة العظيمة من هجمات دول الجوار وحينما سقطت الدولة العباسية وغادرت الاسرة الحاكمة بغداد لم تجد خيرا من القاهرة لنقل مقر الاسرة العباسية ولاحقا شن الجيش المصري المعارك الواحدة تلو الاخرى حتى اسقط نفوذ التطارف المشرق خاصة معركة عين جالوت وفي العصر الحديث كان التنسيق بين القاهرة وبغداد من اهم اركان منظومة الامن القومي العربي بل وحتى المصري والعراقي وحينما تأسست الجمهورية العربية المتحدة ووضعت نجمتين في العالم الجمهوري كان عالم العراق هو نفس عالم الجمهورية العربية المتحدة بنجمة ثالثة في إشارة إلى أن العراق هو الإقليم الشرقي للجمهورية العربية المتحدة وبالفعل كان العراق هو البوابة الشرقية للعالم العربي حيث وقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر موقفا فريدا من أجل إسقاط حلف بغداد الاستعماري ولاحقا دعمت مصر ثورات العراق في الخمسينيات والستينيات ضد الهيمنة الأجنبية وشهدت سنوات الرئيس عبد السلام عارف ذروة التفاعل العربي بين القاهرة وبغداد على ضوء علاقته الوطيدة بالرئيس جمال عبد الناصر وخلال حرب أكتوبر 1973 قدم الرئيس العراقي المشير أحمد حسن البكر الدعم اللازم للجبهة المصرية والسورية ومع قيام الحرب العراقية الإيرانية شكلت مصر مع العراق والأردن واليمن ما يعرف بمجلس التعاون العربي وذلك لدعم البوابة الشرقية للعالم العربي ضد فكرة تصدير الثورة إلى الشرق الأوسط وكانت لمصر إسهامات كبرى في المجهود الحربي وإنعاش الاقتصاد العراقي بالعمالة المصرية ومع جلاء القوات الأمريكية عن العراق أواخر عام 2011 وقيام ثورة يونيو 2013 في مصر بدأت مصر في إجراءات فورية لمساعدة العراق من أجل العودة إلى محيطه العربي ولعب دوره التاريخي الإقليمي لتشهد العاصمة العراقية بغداد زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021 لتصبح أول زيارة رئاسية مصرية إلى العراق منذ أكثر من 31 عاما ومع نقل الخبرات المصرية في مجال الطاقة والثورة العمرانية يأتي مشروع الشرق الجديد لتنفيذ التكامل العربي في مجال النفط والغاز بين مصر والعراق والأردن ليتحقق حلم الوحدة الاقتصادية العربية في زمن الجمهورية المصرية الجديدة وتشهد بغداد للمرة الثانية خلال عام 2021 زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل قمة دعم دول القوار للعراق الحبيب